وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو المتوازن يعالج شواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص سياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية وخلال الاجتماع استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقادي المتعلقة بالأسرة واستعرض كذلك الجهود المبدولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح وسام يخصص للسادة الرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لإسم من توفى منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصرية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائية شكرا